اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفن الصناعي تخصص سيارات في حلقة جديدة من حلقات قناتكم قناة مصر التعليم الفن النهاردة معدنا في حلقة متميزة جدا زي طلابنا طلاب الصف الرابع تخصص سيارات حلقة بتاعتنا النهاردة بنتكلم عن منظومة التكييف او تكييف السيارة وازاي تكييف السيارة بيشتغل فكرة عمله ايه الصيانة اللي احنا ممكن نعملها ايه الحاجات اللي احنا نعملها علشان نحافظ على السيارة ونحافظ على التكييف ده موضوع حلقتنا النهاردة فمحتاج حضرتك تكون مركز معي لان منظومة التكييف من المنظومات السهلة جدا وبنلاقي بعض الطلاب بتخطئ في ان هي تقول او تشرح طريقة عمل المنظومة وتفهمها معين الموضوع ان شاء الله بسيط جدا يلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول ان التكييف تكييف السيارة مهمته الاول ان هو يحافظ على درجة حرارة كابينة السيارة درجة مناسبة تخلي قائد السيارة او مالك السيارات قادر يركز او عنده تركيز بجودة عالية لان درجة الحرارة لما هتزيد في كابينة السيارة وحضرتك سيء السيارة او اي قائد سيارة هيقود السيارة بتاعته ودرجة الحرارة بتاعته مرتفع عدة الخمسة وتلاتين في احصائية على مستوى العالم عمل وابحاث في الحتة دي لقوا ان درجة الحرارة لما بتزيد بتوصل من خمسة عشرين لخمسة وتلاتين درجة بيقل لتركيز قائد السيارة بنسبة عشرين في المية وده بيسبب حوادث فمهم جدا منظومة التكييف في السيارة كمان عايزين نقول نتعرف على بعض الحاجات اللي بيقول لك التكييف بياخد حمل بنزين والكلام ده كله عايزين نعرفه ان شاء الله النهارة تعالوا نبص الاول على الصورة اللي قدام مننا ديت ونشوف انا لو هشغل تكييف هشغله ازاي المفاتيح اللي قدام مني دي لازم اكون عارفها كمان يعني بتبقى مشكلة لما اجي اسأل طالب من طلاب التعليم الفني الصناعي اتخصه السيارات واقول له شغل التكييف او اقول له انا بشغل التكييف والتكييف مش راضي يشتغل اه وافتح له او او امسك مفتاح اي شيء تاني غير التكييف ولا ايه بيتجوب معايا وماشي معايا في السكة الخطر ده المفتاح اللي قدام مني اللي هو هيفتح معايا التكيف المفتاح اللي جنب منه ده اللي هيخلي الهوى الداخلي بتاع الكابينة لو انا عايز الهوى يدخل من برا من برا السيارة على الكابينة بتاعت السيارة او ان انا اخلي الهوى الداخلي بتاع الكابينة يرجع يرد في المبخر ويرجع لي بهوى بارد تاني ده الحاجات دي مهم ان احنا نكون عارفينها انا تخص السيارات ومش عارف المفاتيح المهمة بتاعت التكيف دي مشكلة يعني دي مش هتبقى كويسة بالنسبة لك. فالمفتاح ده هو مهمته ان هو يفتح التكييف يخلي الهوى اللي داخل للكبينة من خارج السيارة او يخلي الهوى اللي هيدخل تاني للكبينة من داخل الكبينة. يعني بيعمل اه ارجاع الهوى الداخلي بتاع الكبينة. لو حضرتك طبعا ده بيخلي درجة البرودة في كبينة السيارة اعلى. لو انا هشغل التكييف بدوس على المفتاح ده. طبعا المفتاح اللي جنب منه اللي الموز بيتحرك عليه ده لو انا عايز الهوى ده بازبطه بقى عشان الهويات اللي قدام مني انا عايز الهوى فوق بس يجي على وجه قائد السيارة او الموجودين. ده طبعا كلنا عارفين الرسومات اللي قدام مننا دي شكلها بيكون ازاي ويه بتخدم ايه او مهمتها ايه بالزبط. طيب تعالوا نشوف مفتاح تاني او شكل تاني للتكييف الاي سي ده ده مفتاح التكييف اللي انا هشغله الاي سي تمام. اه البقرة اللي عندي ده اه نوع من انواع التكييفات اللي هو اه يدوي او من خلال بقرة. فانا هحرك هبدأ احرك البقرة قدام مني انا عايزها له عايز المراوح بتاعتي له يعني اه سرعة منخفضة شوية للتكييف او اعلي هنا انا عايز الهوى من فوق على السدر وعلى الاقدام نفس الشيء الحاجات التانية اللي قدام مني. طيب نبص على المفتاح اللي في الجهة التانية خالص ده بقى اللي هيجيب لي هوى بارد او يجيب لي هوى درجة حرارته مرتفعة كل ما راح عند الاحمر اللي احنا شايفينه ده. لكن مفتاح التكييف في الاساس بيكون ده. ده انا بضغط عليه وابدأ احرك البقرة بتاعتي دي على السرعة اللي انا عايزها ليه للمروحة بتاعة التبريد او البلاور الموجود خلف المبخر. حسب السرعة اللي انت محتاج. وده المفتاح اللي هو هيغير الهوى الخارجي اللي جاي من برة السيارة زي ما قلناه من شوية او داخل الكابينة نفسه. المفتاح اللي قدام مني فوق ده مش خاص بمنظومة التكييف لكنه خاص بيه آآ آآ سخنات الازاز الخلفي الزجاج الخلفي للمركبة بتاعتي او السيارة. عشان لو كان فيه جو رطب او جو بارد وفيه شبورة نزلة على الازاز او فيه مياه موجودة على الازاز فانا بعمله تسخين عشان الرؤية بتاعة الخلفية تباني. ازن المفتاح اللي احنا شايفينه قدام مننا البقرة اللي احنا شايفينها قدام مننا دي لو انا هشتغل على جو بارد. انا عايز التكييف يشتغل على بارد. فبخلي البقرة او السهم زي ما احنا شايفين عند اللون الازرق. لو انا طلعتها هنا ده ما بين الدرجتين هنا دي درجة حرار انا عايز هوى درجة حرارته دافية او مرتفعة وفي الحالة دي التكييف مش هو اللي بيشتغل بتشتغل منظومة التبريد. المفتاح اللي جنب منه قلنا ده سرعة البلاور او المراوح الموجودة خلف المبخر وده انا محتاج الهوى يكون اتجاهه فين بالزبط. وده المفتاح الاساسي بتاع الكلتش او ده اللي هيوصل طيار كهرابي للقابد بتاع الكمبروسر بتاعي. وهنعرف كل الحاجات دي دي الوقتي حالا لكن عايزك تفتكر وتركز معايا في حتة الاسي ده اللي هيوصل طيار كهرابي للكمبروسر. هو الكمبروسر بيشتغل بطيار كهرابي? هنعرف دلوقتي ان شاء الله لما نوصل عند الكمبروسر. طبعا ده نوع تاني وده آآ آآ نقدر نقول ان هو تتش فانا بشغله على اوتوماتيك وابدأ ازود البقرة بتاعتي زي ما انا شايف كده. وبتحكم كمان في درجة الحرارة الموجودة في الغرفة عشان السرمستات يفصل معايا الكبين. يفصل آآ آآ على المكيف لما درجة الحرارة تزيد. نفس الشيء ده بالنزام البقرة وده طبعا تغيير الهوى. هنا درجات. هنا برضو جو بارد لو انا عايز تكييف بارد او عايز هوى حار او ذو درجة حرارة مرتفعة عشان يدخل الكبينة بتاعتي وده توجيه الهوى نفسه. طيب. خلاص قلت نا ان التكييف مهمته ان هو بيحافظ على درجة حرارة معينة داخل كبينة السيارة عشان نقدر نقود السيارة واحنا بطاقة آآ تركيزية عالية. ليه? لان درجة الحرارة من خلال الابحاث والاحصائيات اللي حصلت. قالوا ان درجة الحرارة ما بين خمسة وعشرين وخمسة وتلاتين درجة مقاوية ده بيزود معدل الحوادث بنسبة عشرين في المية. اذا منظومة التكييف داخل السيارة منظومة مهمة جدا 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 لقائد السيارة ومن وسائل الترفيه لقائد السيارة ولكنها كمان بتحافظ على المجتمع وبتحافظ على الطريق العام لان انت لما لقدر الله لو حصل حوادث ده بيأثر على الطريق كل. تمام. طيب. نظام التبريد. ايه اللي هيحصل? الاسس الطبيعية لتوليد البرودة? احنا عايزين نبرد الهواء. نخلي الهواء جوب التكييف اللي عندك في البيت او السيارة اللي حضرتك ركبها ومشغل التكييف. ايه فكرة عملها? بيقول لي تعتمد طريقة التبريد في مكيف السيارة على نظرية تبخر سائل. هنبخر هنخلي سائل يبقى بخار. تمام كويس. نركز في النقاط الفنية المهمة جدا. الفكرة بتاعة المكيف. ان انا اخلي السائل يبقى يتحول من سائل الى بخار. ايه يتم تحويله من سائل الى الحالة آه الغازية هيبقى غاز. ويلزم لعملية التبخير هذه كمية معينة من الحرارة يتم اكتسابها من الحايزة المحيط بالمبخر او حايز الركاب. تمام. مما يؤدي الى انخفاض درجة حرارة الحايز المحيط اللي هو التابلو نفسه او او الجزء مش التابلو كبينة السيارة عشان يبدأ يبرد المنطقة بتاعتي دي. يبقى احنا او فكرة عمل التكييف ان احنا هنحول السائل من سائل الى حالة بخارية او حالة غازية. هنفهم الفكرة هنا في ايه? انت طبعا الفكرة بتاعة التكييف هي اكساب درجة حرارة او امتصاص درجة حرارة. اه اه فاحنا هنحول الغاز هنحول سائل الفريون هو هيكون سائل. هناخدل الاول من الكمبروسر غاز نحوله السائل وبعدين من سائل الى بخار في الحالة بتاعة التحويل دي هو بيفقد درجة الحرارة فانشغل البلاور او المروح الخلفية عشان تدخل هوا بارد عندي. هنشوفها دلوقتي من خلال كمان فيديو اجزاء الدايرة او المنظومة كلها هنشوفها دلوقتي حالا ان شاء الله. طيب تعالوا نعرف بقى المراحل المهمة لمنظومة التكييف. اهم مرحلة عندي هي المرحلة دي بتسمى زيادة الضغط. حيث يعمل الكمبروسر. الكمبروسر اللي هو الضغط على ضغط غاز الفريون حتى يصبح عالي الضغط. ازا اول مرحلة عندي هي مرحلة الضغط. احنا بنضغط وهنضغط ايه? هنسحب غاز ونضغط غاز. ده ليه? عشان نرفع الدرجة الحرارة بتاعته ونرفع ضغطه كمان. ازا الكمبروسر اللي هو اول مرحلة عندي في التكييف اللي هو لما حضرتك بتدوس على زرار الاسي اللي احنا شفناه من شوية. لما بندوس على زرار الاسي بنوصل طيار كهربائي للكمبروسر. طب هو الكمبروسر اصلا بيشتغل بطاقة كهربائية? لا. المال بيشتغل بايه? بيشتغل بطاقة ميكانيكية بياخدها من المحرك بتاع السيارة نفسه من خلال السير وده هنشوفه دلوقتي حال. طيب ما للكهربائة فيديتها ايه? الكهربائة هنا القابض فاكرين لما خدنا في سنة اولى انواع القوابض عند قابض احتكاكي وقابض كهرومغماطيسي وقابض هيدروليكي. طيب القابض اللي هيدروليك ده بنستخدمه في الفيتيسي الاوتوماتيك والقابض الاحتكاكي ده بنستخدمه في السيارات المانول. طيب اما القابض الكهرومغماطيسي بنستخدمه في كومبروسر التكييف وبنستخدمه في مراوح التبريد في بعض السيارات او بعض الشركات بتستخدمه في مراوح التبريد من خلال ساعة التبريد. ساعة او حساس بيقول ان درجة حرارة زادت فيقوم يوصل المروحة طيار كهرابي فالكلاتش بتاعها اللي هو الكهرومغماطيسي خلي المروحة تبدأ بتاعتي تشتغل. طيب هنا نفس الشيء لما بدوس على زرار الايسي فانا بوصل طيار كهرابي المين للقابض الكهرومغماطيسي عشان يخلي البقرة بتاعة الكومبروسر تبقى ممسوكة بالعمود هي رجبة على العمود من خلال الكلاتش. الكلاتش ده طول ما انا مش دايس على الايسي فهو سايب البقرة تدور مع المحرك بدون اي مشاكل. مش عامل حملة على المحرك. تمام? طيب اول ما بدوس على الايسي فانديت امر او وصلت طيار كهرابي للكلاتش. فالكلاتش ده مهمته انه هيتحول لمغماطيس. فيقوم يمسك البقرة مع عمود الكمبروسر نفسه. فيبدأ يدور الكمبروسر. الكمبروسر من جواه بقى هنشوفه ونشوف فيديو ازاي بيشترك. لكن الفكرة عندنا ان احنا هنسحب في او مهمة الكمبروسر ان هو هيسحب غاز الفريون هيسحبه او وسيط التبريد ووسيط التبريد عندي هنا في الحالة دي هو غاز الفريون. وهنتكلم كمان عن مواصفات الفريون. طيب غاز الفريون انا سحبته وهبدأ اضغطه فلما انا بضغطه بضغط عالي ايه اللي هيحصل? قللت الحايز. لما قلل الحايز النظرية بتاعت الدورة الحرارية اللي عندنا في المحرك العادية جدا. لما بقلل الحايز ايه اللي هيحصل? الضغط ودرجة الحرارة بتزيد. اذا انا ضغط. فلما ضغط قللت الحايز فدرجة الحرارة والضغط الاثنين بيرتفع. تعالوا نشوفوا المرحلة المرحلة التانية في منظومة التكيف. المرحلة التانية بيقول لي ان هي مرحلة التكثيف. مرحلة التكثيف. يعمل فيها المكثف على تكثيف غاز الفريون لنحصل على سائل عالي الضغط. اذا المكثف اللي بيكون موجود في صدر السيارة او في مقدمة السيارة. اللي هو بيكون قدام الريداتير. ده مهمته ايه? مهمته ان هو يكسف الغاز يحوله الى سائل. اذا اللي هيمشي في السرابنتينا او المكثف الموجود في صدر او مقدمة المكان اللي هو بيكون قدام الريداتير. ده هيعمل ايه? مهمته ان هو يقلل درجة حرارة الغاز المضغوط ويحوله الى سائل. اذا غاز الفريون دخل المكثف غاز وخرج اه دخل الكمبروسر ايسف دخل الكمبروسر غاز وخرج من الكمبروسر غاز مضغوط. مهمة المكثف ان هو يقلل درجة حرارته ويحوله من حالة غازية الى حالة سائلة. دي المرحلة التانية. اللي هي بتكون موجود. ده مكانه فين? ده مكانه اللي بيبى شبه الريداتير بالزبط موجود قدام الريداتير في السيارة بتاعتي. ده اسمه ايه? ده اسمه المكثف. تمام يا شباب? ومهمته ايه? تحويل غاز الفريون من الحالة الغازية الى الحالة السائلة. وصلت كده يا شباب? اه اه لو خدناها خطوة خطوة الموضوع بسيط جدا. لكني لا الناس بدأت تتوه وجهة اشور له على الحاجة يقول لي ده المجفف ده المبخر ده. فالدنيا تطلقبط مع الموضوع بسيط جدا. هناخد الكمبروسر الاول. كمبروسر مهمته ان هو يسحب غاز الفريون هو هيسحب. هيسحب غاز الفريون ويدغط غاز. يبقى الكمبروسر هيسحب غاز ويدغط غاز. اللي بعد منه على طول هيجي المكسف. المكسف ده فايدته ايه? يلم الغاز او البخار ده ويخليه سائل. زي لما حضرتك في البيت. تشوف بخار الماء على الازاز في الجو والبرد. بيبدأ يتجمع وينزل كده عبارة عن قطرات ماء. فبتحول هو من الحالة الغازية الى الحالة السائلة. الكمبروسر نفس الشيء واحنا حطناه في مقدم السيارة عشان يحصل له تبريد. الهواء اللي هيمر من خلاله من خلال المشعع والريش والزعانف بتاعته هيبرده. يقوم يحول له من الحالة الغازية الى الحالة الايه? السائل. تمام? ده فايدة المكسف. في المرحلة التالتة تعالوا نشوفها المرحلة التالتة بيقول لي المرحلة التالتة هي مرحلة التمدد وهنا وهنا يعمل صمام التمدد على خفض الضغط السائل حتى نحصل على سائل عالي الضغط. سائل منخفض الضغط وهو هيقلل الضغط بتاعي. اذا المرحلة التالتة هي مرحلة الاكستنشن فالف وده مهمته ان هو يخفض لي الضغط بتاع السائل بتاعي. اما المرحلة الرابعة والاخيرة عندي هي مرحلة التبخير ويعمل المبخر. المبخر ده فين? اللي هو موجود في الطابلوب بتاعي السيارة. اللي هو هيمر من خلاله الهوى. تبدا هيعمل ايه? هيحول السائل الى غاز مرة اخرى على غاز منخفض الضغط. طيب تعالوا هنا يا شباب. يبقى انا عندي اربع مراحل. المرحلة الاولى بتاعة الكمبروسر اللي هو هيسحب غاز ويضغط غاز ضغطه عالي. هيروح يخش على المكسف. هيخش على المكسف اللي هو مقدمة السيارة. المكسف او الكندنسر. ده فايدته ايه? فايدته انه هيحول الغاز من غاز الى سائل. اذا غاز الفريون يتحول من سائل من من غاز الى سائل في المكسف. بعدين يروح على الخزان اللي احنا ما تكلمناش عنه دلوقتي ولكن هو موجود. اللي هو هينقيه من الشوائب. ويعتبر خزان لسائل الفريون اللي هو اسمه المجفف. لكن لما نيجي نتكلم على المراحل الاساسية هيبقى الضغط العالي من خلال الكمبروسر. وبعدين المكسف عشان نحوله من غاز الى آآ سائل. وبعد من غاز الى سائل تيجي مرحلة التمدد او او صمام التمدد. ده مهمته يا شباب ان هو هيخلي الضغط بتاعي يبدأ يقل شوية. وبعدين مرحلة المبخر بقى الاخيرة خالص اللي هي هتكون جوه الطابلوه اللي البلاور او المراوح بتاعت التبريد اللي موجودة داخل الطابلوه هتضغط او هتبدأ تطرد هوى بقوة حسب حسب ما حضرتك عايز من خلال المبخر. المبخر بقى غاز والغاز درجة حرارته منخفضة فبقى بارد تحويله من سائل الى غاز مرة اخرى فاحنا افقدنا درجة حرارة فاصبح بارد جدا. فييجي الهوى يمر من خلال زعانف بتاعت المبخر يقوم يكتسب درجة الحرارة منخفضة ويدخل على قائد السيارة او الكبينة بتاعت السيارة عشان يعمل تبريد لكبينة السيارة. فكرة بسيطة جدا 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 وهنشرحها تاني بالتفصيل ونشرح كل جزء وبيعمل ايه. تعالوا نكمل. لما نيجي نشوف هنا خصائص الفريون هو احنا هناخد اي وسيط نشتغل به? ناخده في منظومة التكييف عندنا? لا طبعا. ده احنا عايزين نشوف غاز لمواصفات خاصة. عشان ما يعني ما ما يعمل لناش مشاكل زي الفريون اللي كان مستخدم قبل كده. طيب خصائص غاز الفريون اللي احنا بنستخدمه دلوقتي في السيارات اللي هو ال 134 واحنا هنعرف كمان انواع الغاز المستخدم في السوق بشكل عام. عندي غاز ال 134 ده غاز غير ساهم. طب ايه تاني? يسهل شراءه لسعره الرخيص. اه دي حاجة تانية يعني عايزين يكون متوفر عشان نقدر نجيبه. يتسم بمعدل منخفض في درجة غليانه. بيغلي بدرجة بدرجة منخفضة زي الماء مثلا عشان نغليه نوصل لدرجة مية هو درجة حرارة غليانه. واحنا محتاجين نغليه? اه محتاجين نغليه. علشان يتحول الى حالة بخارية مرة تانية. طيب يتميز بصغر حجمه اه عند درجة حرارة درجة حرارة عادية ودرجة الحرارة المرتفعة كمان. هو ما بياخدش حايز كبير. في درجات الحرارة المنخفضة والعالية. قابل للتغيير من الحالة الغازية الى الحالة السائلة من خلال التبريد او الضغط. هيتحول من حالة غازية الى حالة سائلة من خلال التبريد او الضغط. طيب احنا هنا هنبرده ازاي او استخدمناه او حولناه فين? حولناه في المكسف. الى جانب ان وزنه اه بيكون اتقل شوية من اه الهوى بمقدار اربع اضعاف. غاز خامل لا يتفاعل كيميائيا دي برضو مميزات وممكن ممكن يجي لك سؤال ما هي خصائص غاز الفريون ال134 المستخدم في منظومة التكييف بالمركبات او السيارة. فمن ضمن الخصائص بتاعته انه هو غاز خامل لا يتفاعل كيميائيا مع اي مركبات اخرى. خالي من الرائحة كمان كما انه من الغازات الغير قابلة للاشتعال. طيب يتمتع بدرجة درجة كبيرة اه في امتصاص الحرارة. بيمتص الحرارة بسرعة ودي ميزة علشان نحوله او نغليه ونبدأ نحوله من حالة غازية من حالة سائلة الى حالة غازية مرة اخرى. طيب تعالوا نشوف شكل الاستوانة. يعني لو انا فاتح اه طبعا احنا بناخد اه ريادة او ابتقار فما فيش مانع ان حضرتك بعد ما تتخرج يكون عندك ورشة او مركز صيانة خاص بيك. فلازم نكون عارفين شكل المنتج اللي احنا كمان هنشتريه. ده شكل الاستوانة بيكون مكتوب عليه آآ 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 raus 34 ايه وهنعرف كمان هو مواصفاته ايه. طيب تعالوا نعرف انواع بقى غاز الفريون بيقول لي ان هناك انواع عديدة مستخدمة زي ايه زي فريون ار اتنين وعشرين او يعني ايه غاز فريون اتنين وار اتنين وعشرين احنا اللي نعرفه زمان كان اتناشر وحولناه او اتغير السوق او الناس كلها بدأت تغير من اتناشر لمية اربعة وثلاثين لا ده فيه غاز فريون باشكال مختلفة او انواع مختلفة ده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة بس هل احنا بنستخدم الاتنين وعشرين هنعرف من خلال النقطة اللي قدام مننا دي هو اسمه كلورس ثنائي فلورميسان وهو غاز يستخدم في صناعة العديد من الاجهزة ابرزهم اجهزة تكييف بنستخدمه في اجهزة تكييف سواء في البيوت او في المركبات الى جانب الاجهزة التبريد اللي هي زي التلاجات الكبيرة اللي هي بتخزن مواد غزائية بالاضافة الى استخدامه في غرض تغزين الطعام واغراض النهارة طيب النوع التاني ده النوع اللي احنا بنستخدمه بنستخدمه في السيارات او شائع لاستخدام في السيارات يعني ده كمان بيستخدم الار اتنين وعشرين ده بيستخدم اه بيستخدم والار اه مية اربعة وثلاثين ايه ده ده المستخدم او شائع لاستخدام في المركبات وبيطلق عليه اسم رباعي فلور الميسان وهو من الغازات المستخدمة بشكل اساسي في تصنيع منظوم التكييف او اللي بيدخل في منظوم التكييف السيارات في انواع تانية ا في ار احداشر ويعرف باسم السلاسي كلور احادي فلور الميسان وهو يستخدم بشكل اساسي في تصنيع اجهزة التكييف لكنه يشكل خطورة كبيرة على البيئة لانه يتسبب في تآكل وتدمير طبقة الازون بسبب احتواءه على عنصر الكربون يبقى النوع اللي هو الحداشر الار حداشر ده احنا مش هنستخدمه ليه علشان هو غاز ساب هيسبب مشكلة في آآ طبقة الازون فعشان كده اغلب الشركات او اغلب شركات المصنعة لمنظومة التكييف ما بتاخدش الار احداشر والار اتناشر قبل منه خلاص اتمنع ان احنا نشتغل به او اي حد يشتغل به فاضل عندي النوع الاخير وهو الار ربعمية وعشرة ايه وهو شبيه بغاز فريون الار 22 لكنه اكثر الانواع غاز الفريون خطورة على البيئة فده تم حظره عالميا لانه بيضمر طبقة الازون بتاعتي تمام دي الانواع المختلفة لغاز الفريون اللي احنا هنستخدمه طب تعال نعرف الاضرار بقى بتاعة غاز الفريون على جسم الانسان الدراسات بتقول ان غاز الفريون يتسبب في الاصابة باضطرابات في القلب حيث انه يتسبب في حدوث خلل في ضربات القلب الى جانب تعزيز معدل كولسترول في الدم كمان لو احنا لو غاز الفريون لامس اه اه الجسم او الجل فبيعمل في حروق بسيطة لازم يتعالج في نفس اللحظة او في توقيت قليل جدا وإلا هيبدأ يعمل لي مشكلة كبيرة طيب اضرار الغاز الفريون على البيئة كده احنا اتكلمنا على الانسان تبع على البيئة بشكل عام اه بعض غاز الفريون يؤدي استخدامها الى حدوث تآكل في طبقة الازون زي ما قلنا اللي هو الربعمية وعشرة والآآ آآ اللقار 11 حيث انه يتمكن من اختراق طبقة الارض العليا من خلال خروجه من المكيفات. الى طبقة الازونة التي لها دور اساسي في مقاومة وصول الاشعة فوق البنفسجية. طبقة الازون دي بتحمي البشر او بتحمي البيئة من الاشعة فوق البنفسجية。 اللي جاي من الشمس الى الارض. فهو لما بيخترق وبيعمل تآكل لطبقة الازون. ده بيخلي الاشعة فوق البنفسجية تنزل الى الارض. مما يتسبب الى اضرار جسيمة على البيئة بشكل عام. كمان بيخلي ارتفاع درجة حرارة الجو او الاحتباس الحراري اللي احنا بنسمع عليه. طيب قبل ما نتكلم عن نظام التبريد وازاي بيتم عملية التبريد ونشرحها بقى بالتفصيل عايزين نتكلم في حتة الفريون لان ناس ممكن تاخد الكلام وتقول يعني معنى كده ان نظام الفريون اللي موجود عندنا ده او او التكييف ده ضر علي انا. لا المعلومة كده مش صحيحة ده خطر عليك لما كون بستخدم انا الفريون وبعبي عشان كده بننصح ولادنا الفنيين اللي هو حضراتكم. لما تيجي تشتغل تعمل تعبي تكييف او تفرغ منظومة تكييف خليك بعيد او البس ماسك او اتبع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية عشان ما تندرش انت بالحاجة دي. لكن انا جوه السيارة كقائد سيارة ما عنديش اي مشكلة لان غاز الفريون مش بيطلع عندي اصلا. ده هو داخل دايرة مقفولة ما بيخرجش عندي. اللي بيحصل ان الهوى بس بيعدي من الانبيب يعدي على الانبيب اللي فيها الفريون. اللي فيها الفريون. فالفريون درجة حرارته منخفضة فيبدأ هو يعدي يكتسب درجة حرارة منخفضة ويطلع يدخل عندي الكبينة. لكن الفريون نفسه ما بيخشش الكبينة عندي فما فيش اي مشكلة من الفريون على قائد السيارة او آآ آآ مستخدمي السيارات وهم مشغلين التكييف. لكن الخطورة على الفني اللي هم اولادنا آآ آآ اللي هيشتغلهم في المجال. لما نيجي نشتغل مع الفريون لازم نتبع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية. تعالوا نعرف بقى نظام التبريد وازاي انظمة التبريد دي بتشتغل. بيقول يتكون نظام زي ما احنا شايفين في الشريحة اللي قدامنا آآ يتكون نظام التبريد تكييف السيارة عادة من وحدة تبريد تدار بواسطة محرك السيارة اي ازا الكمبروسر بتاعها هيشتغل من خلال محرك السيارة. وذلك لاعطاء التبريد المطلوب خلال فصل الصيف. ودورة التبريد المستخدمة في العديد من اجهزة تكييف السيارات تتكون من المبخر والضاغط والمكسف. وخزان السائل او خزان الفريون اللي احنا بنقول عليه اسمه المجفف. وصمام التمدد ومجموعة الوصلات مع البلاور مع السرمستات كمان دي منظومة التبريد بتتكون. طيب ازاي بيتم بيتم بسحب بخار وسيط التبريد مين اللي هيسحب الكمبروسر يعني هتتم دورة التبريد ازاي يا شباب هتتم من خلال سحب بخار وسيط التبريد مين هو وسيط التبريد الفريون. كلينا نفهم كل جملة بتتقال هنا هنسحب مين اللي بيسحب الكمبروسر. ومين وسيط التبريد الفريون. الفريون اللي هو كام? ار مية اربعة وتلاتين اي. وخدنا ليه? علشان هو غاز غير سام وصديق للبيئة ما عندناه ما 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 فيهوش مشكلة بالنسبة لطبقة الازون ولا الانسان. طيب. اه وسيط التبريد الموجود بالمبخر بوسط الضغط. ده الضغط اللي هيسحب. خلال خط السحب حيث يزداد ضغطها. ضغط مين? ضغط الغاز اللي هو بخار الفريون. وعملية ضغط البخار هذه لا تعمل فقط على زيادة ضغطه بل تعمل ايضا على رفع درجة ايه? درجة حرارة. يبا احنا لما هنسحبه ونضغطه هيكتسب كده كده لان انت بتقلل الحيز بتاعه بتضغطه فهيرتفع درجة حرارةه مع ضغطه. فهيدخل العالمين. ومن ثم فان بخار وسيط التبريد اللي هو الفريون الذي يترك الضغط. هيترك الضغط ويروح لمين? يكون في هذه الحالة بخار ضو درجة حرارة وضغط مرتفع. هيروح اليمين للمكسف ويبدأ الهوى الجوي يبدأ يقلل من آآ درجة حرارته ويبدأ يتحول من حالة غازية الى حالة سائلة في المكسف. يدفع بعد ذلك بخار الفريون الى المكسف عن طريق خط الطرد. ولان البخار واقع تحت ضغط مرتفع فانه يتكاثف عند درجة حرارة اعلى. هيبدأ يتكاثف ويتحول من حالة غازية الى حالة سائلة. وده بسبب الهواء الجوي لان المكسف زي ما احنا بنشوفه شبه هردتير بالزبط وبيكون قدام منه مروحة كمان خاصة بالتكييف. فمع سرعة السيارة او لو حضرتك واقف بالمركبة كمان منتج بتتحرك بيها. اللي هيحصل ان المروحة بتاعة التبريد الخاصة بالتكييف بتخلي الهوى يمر من خلال المكسف. فالبخار بتاع الغاز الفريون الموجود اعلى بيبدأ ينخفض درجة حرارته وينزل لأسفل زي فكرة التبريد الموجودة في اردتير بالزبط. هنا كان هو غاز في المكسف من فوق يبدأ ينزل لأسفل المكسف عشان درجة حرارته بدأت تقل من خلال الهوى. فيبدأ يتحول الى سائل. ده مين اللي هيتحول لسائل? الفريون اللي هو مية اربعة وتلاتين ايه. طيب تمام. ده فين هيحصل الكلام ده? ده بيحصل فيه المكسف ويتخزن فين في المجفف. وهنعرف كل جزء وشكله ايه? وهيمر الفريون السائل بعد تكفيفه آآ خلال خط السائل ده مش هيتجفف بقى ده كمان. هيتنظف من الشوائل الى صمام التمدد الحراري والذي يقوم بتغذية المبخر بالقدر المناسب من الفريون السائل وبمجرد خروجه هذا السائل من صمام التمدد الحراري ينخفض ضغطه. هينخفض ضغطه جدا. الى حوالي تلاتين رطل على البوصة المربعة كما تنخفض درجة حرارته الى خمسمية تلاتة وتلاتين في هرنهايت ويبدأ في الغليان. غليان يعني هيتحول من حالة سائلة الى حالة غازية. وعندما يرتفع الهواء الساخن فوق مواسير زعاني في المبخر هيعمل ايه? هيبدأ ينتقل آآ ويبدأ تقل لدرجة حرارته لان هو انتص الحالة بتاعته لما تحول من سائل الى بخار فقط درجة حرارة وهو اصبح بارد وبالتالي البلاور هيبدأ يطرد بقى آآ آآ الهواء البارد من خلال المبخر على الكبين. طيب عايزين نعرف المتطلبات الامنة آآ في غاز الفريون. بيقول لي عايزين شوية متطلبات كده او بعض المتطلبات اللي لازم تكون موجودة في غاز التبريد او غاز الفريون. يجب ان يكون مركب التبريد غاز غير غاز غير قابل للاشتعال او الانفجار وغير خانق عند اختلاطه بالهواء. تمام. ايه تاني? يجب ان لا يتفاعل مركب التبريد مع زيت التزييت او المعادن المصنوع منها اجزاء واحدة التبريد. ما هو الغاز ده لو بيتفاعل مع منظومة التكييف هيكل مواسير هيكل كومبروسر هيكل المكسف هيكل المبخر فاحنا مش عايزين نتفاعل كيميائيا مع الزيت حتى الزيت بتاع الكومبروسر او الوصلات اللي هو هيمشي فيها او المكسف او المبخر او اي جزء من اجزاء منظومة التكييف. يجب ان لا يلوث مركب التبريد المواد الغذائية في حالة تسريبه من وحدة التبريد. يعني لو احنا بنتكلم مش بنتكلم عن سيارة بقى بنتكلم عن وحدة التبريد كبيرة او مغزن او تلاجة كبيرة. لو الغاز ده تسرب لقدر الله اي وصلة من الوصلات نفست وبدأ او حصل فيها ثقب وبدأ غاز الفريون يتسرب لو جيء على المواد الغذائية المحفوظة في المركز او التلاجة او وحدة التخزين دي ما يقصرش فيها او ما يغيرش الخواص بتاعتها او يسبب تسمم فيه. كما تعالوا بقى نعرف الاجزاء الاساسية لمنظومة التكييف. الاجزاء الاساسية بيقول لي ضاغط ومكثف مبخر صمام التمدد الحراري القابض القهرومنطيسي مجموعة خزان السائل اللي هي المجفف وهذا بالاضافة الى مراوح المبخر والمنظم الحراري او السرموستات وصمامات التنظيم والوصلات واجهزة البيان. طيب تعالوا نعرفها جزء جزء. الصورة اللي قدام مني عايزين نقف عندها شوية وانبص على اول جزء عندي هيشتغل هو ايه يا شباب? على الشمال زي ما احنا شايفين الموز بيتحرك على مين? على الكمبروسر. ده الكمبروسر. ودي البقرة اللي هي واخد حركتها من خلال السير. وبتاخد حركتها من قدام من مقدمة السيارة على البقرة برضو بتاعة عمودي الكارانك. السير ده اللي هيكون داير رايح ليه. الدينمو مع بقرة عمودي الكارانك مع الشداد بيشغل معايا البقرة دي. طب البقرة دي شغالة طول الوقت طول ما المحرك شغالة. البقرة الخارجية. هنا فيه كلتش كهرومغنطيسي او قابة الكهرومغنطيسي او. اللي بعد البقرة لو احنا بصين على الاجزاء. ده العمودي الرئيسي بتاع الكمبروسر. اللي فيه تلات مسامير زي ما احنا شايفين. وده الكلاتش الكهرومغنطيسي. البقرة دي هتدور لوحدها على الكلاتش من خلال رمامبيلي. ملهاش علاقة خالص بالعمود. مش هتوصل الحركة للعمود طول ما حضرتك مش دايس على مفتاح الاسي. طول ما حضرتك مش دايس على مفتاح الاسي. البقرة بتاعتي هتبدأ تدور. لكن مش ها العمود بتاع الكمبروسر بتاعي مش هيدور. طيب احنا لو بصينا هنا هنلاقي اللون ده ازرق. او لون سماوي. ده جاي معناه ان ده ايه? ده بخار. لو بصينا عليه هيقول لي الضغط منخفض لغاز. فده البخار. بخار ايه? غاز الفريون وضغطه منخفض. هيخش يسحبه الكمبروسر. كمبروسر ده اول جزء عندي في منظومة التكيفة شباب. يبدأ يضغطوا في المواسير اللي احنا شايفينها او الواصلات اللي احنا شايفينها. اللي بيكون هنا عليها واصلة او صمام الشحن اللي بيكون لونه احمر. للضغط العالي. تمام? هيبدأ يضغطوا عشان يدخل فين? في المكسف اللي احنا شايفين? ده المكسف. مع مروحة التبريد الخاصة بالمكيف. هتدفع الهواء مع حركة السيارة كمان سرعة السيارة. يبدأ الضغط العالي ده طبعا لما احنا نضغطه درجة حرارته هترتفع مع الضغط. يجي يدخل المكسف مروحة التبريد تبدأ تقلل درجة حرارته شوية. فيتحول معايا لللون اللي احنا شايفينه ده اللي هو ضغط مرتفع. ضغط مرتفع نسبيا. لكنه بقى ايه? اصبح ايه? سائل. هيمشي السائل يدخل الخزان. الخزان اللي هو بنسميه ايه? المجفف. المجفف ده مهمته ايه يا شباب? مهمته ان هو ينظف غاز الفريون من الشوائب العليقة فيه. وكمان زي مخزن للفريون. يبدأ يكمل دايرته. يبقى ايزا تاني هنجيب غاز. دخل الكمبروسر. طلع من الكمبروسر. غاز ضغطه عالي ودرجة حرارته مرتفعة. دخل المكسف. اتحول الى سائل. ضغطه آآ 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 مع درجة حرارة مرتفعة. هيدخل على المجفف عن وهو على شكل سائل. ومن من المجفف يتنظف او يتنقى من الشوائب. ويبدأ يروح للاكستنجن فالف او صمام التمدد. صمام التمدد هيحوله من حالة سائلة الى حالة غازية تاني مع المبخر. هيحوله من مع الصمام مع المبخر الى حالة غازية تاني. ده المبخر اللي البلاور ده هو راكب ورا منه او المراوح بتاعة التبريد اللي حضرتك اول ما تبدأ تدوس واحد او اتنين او تلاتة او اربعة عايز تزود سرعة البلاور او المراوح الموجودة خلف المبخر. هتبدأ تدفع الهواء من خلال المبخر. طب لما الهواء يعدي من المبخر هنا الغاز ده درجة حرارته منخفضة جدا. فهيكتسب الهواء اللي هيعدي درجة الحرارة هو كمان المنخفضة. ويبدأ يدخل على فين? على كبينة السيارة. ويرجع تاني من خلال الاكستنجن فالف وهو سائل الى الكمبروسر بتاعي. الصورة دي بتوضح لكن ماهيش كفاية هنشرح تاني ونقول من خلال فيديو كمان جاي ونشوف صور تانية كمان. ده شكل منظومة التكييف تاني بناخد الكمبروسر قدامي اهو. ودي البقرة اللي هركب عليها السير. وهيبدأ يسحب هو الغاز ويدغطه بضغط عالي اللون احمر اللي احنا شايفينه. من خلال المكسف هيبدأ يتحول الى سائل. لكن درجة حرارته برضو مرتفعة المروحة بتاعت بتاعت التبريد. الخاصة بالمكيف هتخلي الهواء يمر من هنا. يبدأ يخش على المجفف. ومن المجفف الى صمام التمدد اللي هيحوله مع المبخر الى حالة غازية مرة اخرى. وده البلاور او مراوح التبريد اللي هي هتدفع الهواء من خلال المبخر. عشان يدخل الهواء للكبينة بتاعتي تاني. يدخل الهواء للكبينة بس هيكون الهواء اكتسب درجة حرارة منخفضة من خلال المبخر. طيب سؤال ممكن اسأله لك. المبخر الموجود الغاز او الفريون الموجود فيه سائل ولا غاز? في المبخر هيكون غاز. طيب السؤال التاني. في المكسف الفريون الموجود فيه سائل ولا غاز? هنا غاز مع سائل في المكسف. لكن المجفف هو الجزء الوحيد اللي بيكون موجود فيه غاز الفريون اه او او الفريون عبارة اه او هيئة على هيئة سائل. يعني المجفف الجزء الوحيد في المنظومة اللي هو قدامي ده اللي هيكون فيه الفريون على اه شكل سائل. اما المكسف هيكون سائل مع غاز. ازاي تيجي. لانه هنا انضغط غاز وبعدين يبدأ يتكسف لما ينزل اسفل درجة حرارته او ضغطه مع درجة حرارته تبدأ تقل شوية فيتحول الى غاز اه الى سائل فيخش المجفف سائل يروح مع المبخر تاني يتحول الى آآ غاز. تمام يا شباب? طيب نشوف تاني شكل الاجزاء داخل السيارة. اهو ده السربنتينا او المكسف الخاص بمنظومة التكييف بيكون قدام المشعة او الرداتير الخاص بمنظومة التبريد. وده الكمبروسر بتاعي. هيروح على المجفف وده شكله هو. المجفف وبعدين المنظومة بتاعتي بتاعة المبخر مع آآ البلاور الموجود داخل السيارة اللي هو بيكون موجود في الكابين. طيب. تعالوا نشوف الكمبروسر وشكله. ده شكل الكمبروسر. وفايدته ان هو هيسحب الغاز ويدغطه بضغط عالي الى المكسف. ده اول جزء عندي في منظومة التكييف وهو الكمبروسر او الضاغط. وده بيشتغل ميكانيكي وبياخد حرقته من عمود الكرانك. تمام يا شباب? من خلال السيور اللي رجبه على البكرة وده الكلتش الكهرو وماغناطيسي ولا العمود الرئيسي بتاع الكمبروسر. هنلحى ان شاء الله نشوفه في الحلقة دي فيديو وهو بيشتغل. المكسف يقوم بتكسيف الغاز ليصبح سائل مضغوط. تمام? يبقى المكسف بتاعي فايدته اللي هو بيكون شكله شبه الريداتير بالزبط. وموجود في مقدمة السيارة وبيكون هو اللي قدام ريداتير منظومة التبريد. وده مهمته ان هو هيحول الغاز الفريون من غاز الى سائل. آآ اللي هو شكله. ده ده المجفف يا شباب. ده شكل المجفف. نرجع تاني مع الايشي. المجفف بتاعي اهو. وده شكل المكسف. المكسف المكسف شكله شبه الريداتير بالزبط. آآ المجفف ودوره تخزين سائل تبريد الفريون وفصل الرطوبة والشوائب من السائل. يعني كمان في المجفف ده هنبدأ ننقي الشوائب والرطوبة من خلال آآ آآ المجفف نفسه. طيب. بعد كده هنيجي لصمام التمدد ويعمل او يقوم على اطلاق سائل التكييف او الفريون المضغوط في المبخر وتحويله الى آآ آآ سائل. اللي هو ده. صمام التمدد بتاعي. اللي بعد منها انبوب الخنق وهي وهو نقطة الفصل بين الضغط العالي والضغط المنخفض. وبيكون موجود فين? بين المكسف والمبخر. ويركب فيه الانبيب دائما ويحتوي على فلتر لمنع مرور الشوائب والاوساء. تمام. نروح بقى لي الفيديو ونشوف ازاي منظومة التكييف بتشتغل وياريت الشباب يركزوا معايا كويس جدا في نظرية العمل هنا هتتم ازاي التكييف. ده الكمبروسر. واخد حركته من اين? واخد حركته من عمود الكرانك. هنا هيعمل سحب هيسحب من الغاز وهنا يضغطه زي ما احنا شايفين. يعني دي فتحة السحب ودي فتحة الطرد. يطرد الغاز بتاعي يدخله خلال المكسف زي ما احنا شايفين ده المكسف اللي قدام مننا. يروح من المكسف الى المجفف. المجفف ده هيكون سائل. في الحالة دي هيكون سائل. ومن السائل هيروح على آآ صمام التمدد اللي هيحوله مع المبخر الى سائل تاني ويرجع الى الكمبروسر. هنشوف الكمبروسر واجزاءه الداخلية وازاي هو بيشتغل دلوقتي حالا. ده شكل المكسف او المكسف بيكون شباه هردتير بالضبط يا شباب. اما المجفف ده كلنا المجفف بيكون بعد المكسف وكلنا عارفينه صمام التمدد برضو. وبعدين المبخر ده بيكون موجود داخل الكبين. ده شكل الكمبروسر. هنعمل قطاع بقى في الكمبروسر من جوه. وهنا عايزين نقف عشان نشوف الكمبروسر ده بيشتغل ازاي. بصوا شباب. ده العمود الرئيسي بتاع آآ الكمبروسر اللي هو هياخد حركته لما انت تدوس على الاي سي. لما هتدوس على الاي سي. الكلاتش الكهرو مغناطيسي هيوصل الحركة من خلال السير او البكرة او الطارة الى العمود الرئيسي. فالعمود ده لما يدور انا عندي هنا عدة مكابس. عدة مكابس. تعالوا نشوفها. مش واحد. اكتر من واحد. خلال كورس بيتحرك زي ما احنا شايفين الحركة بتاعته. يعني المكبس ده قبل منه مكبس في النحية التانية. لو ده بيعمل طارد التاني بيعمل سحب. تمام? وده السير كده الكلاتش بتاعي واصل. عامل واصلي. فالحركة زي ما احنا شايفين اهيت بتتحرك. بس الفكرة تعالوا نفهمها هنا. انا عندي هنا صممين لكل استوان او لكل مكبس. صمام اتجاه واحد. يعني صمام اتجاه واحد. يعني لما بنعمل خلخلة او بنعمل شفت. وكلنا عارفنا زي فت لومبة البنزين الميكانيكية والكهربائية. ان انا لو عملت شفت او خلخلة او سحب من خلال المدبس بتاع الكومبروسر. ايه اللي هيحصل? هسحب الصمام ده الاسفل. فيقوم يفتح لي عشان اسحب انا غازل في ريون. صمام اتجاه واحد يا شباب. بيكون تحت منه الصمام اهو تحت ياي او سستة. الياي ده مانع الصمام ان هو ينزل لاسفل. هينزل امتى? لما المدبس بتاع الكومبروسر يعمل عملية سحب. يعمل شوط سحب. فيسحب الصمام ده. لما يجي يسحبه قوة الشفت او الخلخلة. والخلخلة او الشفت يعني الضغط داخل اه تحت الصمام اقل من اعلى. فيسحب الصمام لاسفل ضد مين? ضد الياي او السستة لاسفل منه. فيبدأ الصمام ينزل. طيب. المدبس نزل الى النقطة الميتها السفلة. بالنسبة للكومبروسر بتاع التكييف. فيبدأ يطرد. هنا سحبه وطرد بس. مس سحبه وضغطه واشتعاله عادم. لا ده هنا سحبه وطرد بس. فسحب. ده نزل. يجي يطرد. يقوم طلع الصمام ده. طبعا هو لما نزل لنهايته الشفت او السحب او قوة الشفت او السحب بتاعته خلاص. بقت صفر. فالياي يرفعه عشان يقفل. فيجي الكمبروسر او المدبس بتاع الكمبروسر يطلع تاني. عشان يضغط الغاز بتاع الفريون. فيقوم ضاغط هنا على الصمام يخليه يحبك على الاعدة بتاعته اكتر. فاهمين دي يا شباب? صمام تحت منه ياي. تخيل ان تحت اصباعي هنا في ياي. الصمام ده هيتحرك لأسفل امتى? لو قوة الشفت او السحب اقوى من قوة الياي. فالمكبس لما يجي ينزل لأسفل بتاع الكمبروسر يقوم سحبه الى اسفل ينزل كده. طب المكبس بتاع الكمبروسر نزل للنقطة الميتة السفلة ادنى نقطة عندي. هيبدأ يطلع تاني عشان يعمل طارد. فييجي يطرد اول ما يوصل للنقطة الميتة السفلة اللي هيحصل ان الياي اصلا قوته اعلى من قوة الشفت او السحب. فيقوم رافع الصمام ده لأعلى. يقوم الكباس طالع عشان يضغط يقوم يخلي ده يقفل على القاعدة بتاعته اكتر. في نفس الستوانة او في نفس الغرفة صمام تاني اتجاه عكسي. هنا السستة كانت اسفل هنا السستة كانت ايه? اعلى. احنا بنعمل طارد دلوقتي. فقوة الطارد بتاعة الكباس اللي هو عمال يضغط غازي الفريون. يقوم رافع الصمام ده الاعلى ما هو كان بيرفع ده بس لما يجي يرفع ده يقفله. لكن لما يرفع ده يفتحه. الياي فوق. السستة فوق منه هنا. فيقوم يرفعه. فيقوم يفتح. لما لما الضغط بتاع الغازي الفريون يطلع يجي اعلى من الياي اللي هنا يقوم فاتح الصمام ده. اذا هيطلع الفريون عشان يمشي يروح يمين للمكسر. كل استوانة او كل كباس من الكباسات الموجودة في الكمبروسر بتعمل نفس المهم. سحب وطرد سحب وطرد. كل واحدة منهم عندها صمامين. ده معناه ان لو صمام منهم علق قوة ضغط الكباس هيكون ضعيف والكمبروسر بتاعي هيكون ضعيف. اه. فاهمين يا شباب? لو فرضنا ان الياي بتاع الصمام ده. بتاع السحب ضعف او اتكسر او حصل فيه اي خلل اللي هيحصل انه مش هيرد الصمام ده الفوق. فيخلي صمام السحب مفتوح دايما. فيجي الكباس. كباس واحد منهم هم مثلا ممكن يكونوا ست كباسات. كباس واحد منهم ما بيدغطش معايا. وبالتالي الست كباسات نقص منهم واحد فقوة الكمبروسر بتاعتي قلت. وبالتالي التكييف بتاعي قوته وجودته قل. طب دي احنا هنعرفها ازاي ما هو ما هو اه في الحالة دي لازم الكمبروسر اتفاك. احنا المفروض اه 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 احنا نقيس كمان لما نيجي نختبر الكمبروسر نقيس الضغط اللي خارج منه حسب ايه? طب انا هعرف الضغط بتاعه حسب مين? حسب كتيب الصيانة الخاص بالتكييف او بالشركة بتاع السيارة دي. تمام ايش? مهم جدا ان احنا نعرف نقاط فنية ما هو ما ينفعش برضو تروح تقيس الضغط اللي خارج من الكمبروسر وتقول لي ده ضغطه اه ميت بار مثلا او او ميت نيوتين مثلا اه على السنتيمتر اه مربعة. لكن في الحالة دي لازم تقارن القيمة اللي طلعه بكتيب الصيانة. تعالوا بقى نشوف. اذا كل كباس من الستة او التمانية او الاربعة حسب الكمبروسر هيكون عنده صمامين. وبينسبيهم صمام اتجاه واحد. والاتنين بيكونوا عكس بعض. واحد هينزل لما نسحب ولما اجي اطرد هو كده كده الياي هيرفعه يقفله مع ضغط الغاز يقفله اكتر. تمام يا شباب? التاني ضغط الغاز اللي هيرفعه. طيب في حالة السحب تعالوا نسحب للصمام ده. لما نيجي نسحب هيعمل ايه? هيقفل وينزل يقفل على القعدة بتاعته اكتر وبالتالي مش هيخلي الغاز ييجي اللي انا طردته. هيخلي اللي انا سحبته هو او انا انا محتاج اسم منه هو اللي ينزل معاي. لكن بتاع الطرد يخليه يقفل اكتر. امتى يفتح بتاع الطرد? لما الكباس يبدأ يغير اتجاه حركته من سحب الى طرد. تعالوا نشوف الكباس بيشتغل ازاي? بصوا شباب على الفيديو. زي ما احنا شايفين العمود بيدور وعندي قرص لها مركز زي ما احنا شايفين كده. القرص ده راكب فيه اكتر من كباس. اده واحد اتنين ممكن يكونوا ست كباسات خمسة اربعة حسب الشركة المصنعة. هتضغط الفريون تخليه خش داخل المكسف اللي احنا شايفينه ده. عشان يتحول من الحالة الغازية والمكسف اهو بيكون قدام الرداتير بالزبط. وده المراوح بتاعت التبريد الخاصة بالتكييف. هيخش الفريون هنا على هيئة غاز يتحول الى حالة تانية خالص سائلة. بعد ما يتحول الى حالة سائلة يخش المجفف وبعد المجفف يتنقى من الشوائب والرطوبة وبعدين يروح على الاكستينجن الاكستينشن فالف. عشان يرفع ضغطه زيادة ويحوله من درجة اه من ستاشر بار لواحد وعشرين بار زي ما احنا شايفين. فضغطه يرتفع يروح على المبخر. هيتحول الى حالة غازية. المبخر ده بيكون موجود فين? دي اللي بيسموها التلاجة اللي بتكون موجودة اللي بتكون موجودة داخل طبلوء السيارة بتاعتي. المراوح بتاعت اللي جوه الطبلوء او البلاور اللي هو ده هو. اللي جوه الطبلوء اساسا هيدفع الهوى من من التلاجة او المبخر بنسميه المبخر. هيبدأ يمر الهوى زي ما احنا شايفين. يكتسب درجة الحرارة المنخفضة. ويعدي علشان يدخل كبينة السيارة بتاعتي. فاحنا في الحالة دي نحس بالبرودة او نحس بدرجة حرارة. حسب ما احنا محتاجين. طبعا فيه سرموستات موجود في السيارة بتاعتي. آآ علشان تزبط درجة الحرارة اللي انت عايزها. ولو تعدد درجة الحرارة او قلت عن الدرجة اللي انت عايزها يبدأ يفصل المكيف. وبعدين يبدأ يرجعه تاني. ازا فكرة عمل المكيف بتاعي سهل جدا. بسرعة عايزين نقول حاجة قبل ما الحلقة بتاعتنا تنتهي. ان انا كده بنرط الهوى. طب انا لو عايز تشغل على آآ الهوى السخن. الهوى السخن في الحالة دي مش هيشتغل التكييف بتاع السيارة. ما الا هيشتغل? الا هيشتغل البلاور مع التلاق او او الزي المبخر بالزبط. ولكن بيمر فيه المية بتاعت التبريد. سائل التبريد بتاع السيارة بتاعتك. طبعا سائل التبريد بيكون اكتسب درجة حرارة عالية بتصل الى خمسة وتسعين درجة ومية وحسب الشركات. فاحنا البلاور كل اللي هيعمله انه برضو هيدفع الهوى من خلال التلاجة بتاعت الهوى الحار او الهوى السخن. فيبدأ يدخل عندي كبينة السيارة هوى حار. ازا التكييف بتاع السيارة بيشتغل تبريد فقط لكن لما نيجي نشتغل في حالة التبريد هن آآ في حالة التدفئة هنشتغل من خلال ماء التبريد الموجود فيه منظومة آآ التبريد بتاعت السيارة. يا رب في نهاية الحلقة نكون فهمنا منظومة التكييف. كان نفسنا نكمل صيانة بتتم ازاي? وازاي نختبر منظومة التكييف? لكن وقت حلقتنا للأسف انتهى. الفكرة بتاعت التكييف فكرة سهلة جدا يا شباب. المكونات بتاعته بسيطة. ازاي اختبروا? ازاي اعرف وظيفة كل جزء ده موضوع سهل جدا. ازا اول جزء عندي هو الكمبروسر. والكمبروسر هيسحب غاز ويدغط غاز. يدخله على المكسف اللي هو هيحوله من غاز الى سائل ويخش قبل ما يخش على صمام التمدد بعد المكسف مباشرة يدخل على المجفف اللي هو خزان سائل الفريون عشان ينظفه من الشوائب والرطوبة. وبعدين يدخل على الاكستنشن فالف عشان يحوله الى حالة غازية تانية. في الحالة دي بيفقد هو درجة حرارة وبتقل درجة حرارته بشكل كبير. فيمر الهوى من خلال المبخر يكتسب درجة الهواء البردة يدخل الكبينة بتاعت السيارة عشان يبرد كبينة السيارة. يا رب تكون المعلومة وصلت ومنظومة التكييف تكون وصلت بسهولة. بشكركم في نهاية حلقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.